عمر شاب صالح تقي يسكن بالعاصمة بعد تخرجه من الجامعة باحث طويلا عن عمل يقدر إمكانياته ومواهبه حتى تم قبوله بشركة أجنبية تبعد عن العاصمة خمسمائة كيلومتر ففرح كثيرا لأنه سيستطيع من خلال هذه الوظيفة تجهيز أخته الشابة والإنفاق على أمه وأخيه الصغير بعد مرض والده وعدم استطاعته العمل وفي إحدى إجازات عمر التي تستمر أربعة أيام كل شهر علم فجأة من شقيقته أن خطيبها حدد موعد الزفاف مع والدها وسيكون بعد أسبوع واحد نظرا لسفر خطيبها فحزن عمر كثيرا لأنه كان يريد حضور حفل الزفاف كما حزنت أخته وحاولت تأجيل الزفاف لأجازة أخيها المقبلة ولكنها لم تستطع وبعد انتهاء إجازة عمر ركب الحافلة للعودة إلى عمله بالشركة الأجنبية الصارمة في موعيدها وكان قلبه يعتصر ألما لعدم حضور زفاف أخته الذي سيتم بعد ثلاثة أيام ومع تحرك الحافلة على صوت السائق هناك راكم لم يدفع أجرته وهي مئة جنيه بدأ الركاب ينظرون لبعضهم البعض حينها جاء راكم إلى عمر وقال له أتوسل إليك ادفع لي الأجرة فقد فقدت حافظة نقودي ولم أعرف إلا الآن تذكر عمر قول الله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وبكل شهامة دفع الأجرة المتبقية للسائق وأعطى الراكب مئة جنيه أخرى لينفق منها فدعا له الراكب دعوات أدخلت البهجة إلى قلبه وفي هذه اللحظة تلقى عمر اتصالا من مديره في العمل وبعد أن علم المدير أن عمر يستقل الحافلة وفي الطريق إليه قال له عد إلى العاصمة الآن واذهب إلى المطبعة التي نتعامل معها وفي الموعد الذي ستحدده لك استلم المطبعات وعود إلينا وسامحنا لأن من سيقوم بهذا العمل مريض في هذه اللحظة بكى عمر من فرحته وأدرك تماما ما يعنيه جبر الخواطر وأن على الإنسان أن لا يستصير الخير فهو لا يعلم أي عمل سوف ينجيه أو سيكون شفيعا له عند ربه نزل عمر من الحافلة وعلم من المطبعة أن الأوراق سيتم تسليمها بعد خمسة أيام فحضر زفاف أخته وشكر الله على تدبيره الذي أسعده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كان سهيل بن عمر على سفر هو وزوجته وأثناء رحلتهم في مناطق صحراوية غير مأهولة بالسكان قطع طريقهم مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق وسرقوا ما لديهم من طعام وشراب ثم بدأ اللصوص في تناول الطعام ولكن استرعى اهتمام سهيل بن عمر أمر غريب وهو أن قائد اللصوص لم يكن يتناول الطعام مع رفاقه فسأله سهيل بن عمر لما لا تأكل مع رفاقك فأجابه قائد اللصوص إني صائم فتعجب سهيل بن عمر وقال قاطع طريق وصائم كيف ذلك فأجابه قاطع الطريق لا أريد أن أغلق كل الأبواب مع الله لذلك أترك بابا مفتوحا لعل الله يجعل توبتي عن طريق هذا الباب بعد هذا الموقف أتم سهيل بن عمر رحلته ثم عاد إلى مكة وبعد عدة سنوات وبينما كان يطوف حول الكعبة وجد رجلا زاهدا ناسكا يبدو عليه التقى والصلاح متعلقا بأستار الكعبة فذهب إليه سهيل بن عمر ليستزيد من علمه فعرفه الرجل الزاهد بنفسه وذكره بأنه كان قاطع الطريق الذي التقى به منذ أعوام وقال له أعرفت أن من ترك بينه وبين الله بابا دخل منه يوما ما بفضل الله تعالى إن لم يكن مصرا على ذنبه فقال سهيل بن عمر صدقت فالطريق إلى الله دائما مفتوح وعلى العاصي مهما كثرت ذنوبه ألا ييأس من التوبة والرجوع إلى الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون في عصر مضى كان هناك بلك كافر أمر أهل مدينته بعبادة الأصنام وذات يوم زار المدينة واحد من الشباب المؤمن بوحدانية الله ثم تعرف ذلك الشاب بعد ذلك إلى فتيان من المدينة فعلمهم التوحيد ودعاهم إلى الإيمان فآمنوا بالله اشتهر أمر هؤلاء الفتية المؤمنين فرفع أمرهم إلى الملك الكافر وقيل له إنهم قد فارقوا دينك واستخفوا بما تعبد من أصنام أتى الملك بهؤلاء الفتية إلى مجلسه وأمرهم بترك دينهم وهددهم بالقتل إن لم يفعلوا ذلك وأعطاهم مهلة للتفكير قبل تنفيذ تهديده تشاور الفتية في الهروب بدينهم ثم استقر رأيهم على دخول كهف يعرفونه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على حلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا فهربوا إليه وتبعهم كلب كان لأحدهم أحسن الفتية الظن بالله وتأكدوا أن الله تعالى سيمنع الأذى عنهم حتى وصلوا إلى الكهف وما هي إلا لحظات حتى ناموا على الأرض نوماً عميقاً من دون أن يغمضوا أعينهم تعاقب ليل وراء نهار ومضى عام وراء عام والفتية راقدون كانت الشمس تطلع فلا تصيبهم بحرها فإذا طلعت مالت عن يمين كهفهم وإذا غربت تمر عن شماله فلا تصيبهم في افتداء النهار ولا في آخره ولا تعطيهم إلا اليسير من شعاعها كما كانوا يقلبون يميناً وشمالاً كي لا تأكل الأرض لحومهم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا قربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا ولما مضت ثلاثمائة وتسع من السنوات منذ نومهم في الكهف بعثهم الله تعالى من نومهم وهم لا يكادون يمسكون نفوسهم من الجوع وتساءلوا فيما بينهم كم لبثنا فقال أحدهم لبثنا يوماً أو بعض يوم وقال آخر الله أعلم بما لبثتم فلنبعث واحداً منا ليأتي لنا بطعام وليكن حذراً ذكياً دخل إلى المدينة واحد من أهل الكف ليشتري طعام فدهش من تغيير المعالم وشكل الأبنية ثم مضى إلى بائع طعام فلما أخرج دراهمه وأعطاها للتاجري استغرب من منظرها إذ كان عليها صورة الملك الكافر الذي مات منذ ثلاثمائة سنة فاجتمع الناس من حوله وأخذوه إلى الملك المؤمن الذي سمع عن هذا الشخص من أجداده فسأله عن خبره فحكى له ما جرى معه ومع أصحابه فسر الملك بذلك وسار الملك مع أهل المدينة يرافقهم الفتاة فلما دنوا من الكهف قال لهم أنا أدخل عليهم لألا يفزعوا فدخل عليهم فأعلمهم الأمر وطمأنهم أن الملك الكافر قد مات وأن الملك الحالي مؤمن صالح فسروا بذلك وخرجوا إلى الملك وحيوه وحياهم ثم رجعوا إلى كهفهم أخذ الله أرواح الفتية فاختلف أهل القرية فمنهم من دعا لإقامة بنيان على كهفهم ومنهم من طالب ببناء مسجد وغلبت الفئة الثانية وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتنطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا سيدة ثرية تعطلت سيارتها في منتصف الطريق فوقفت تلوح بيدها للسيارات ولكن السيارات كانت مسرعة ولم تقف لها ومضى عليها وقت طويل وبدأ رذاذ المطر يتساقط وينبئ عن أمطار غزيرة ستسقط كما خشيت حلول الظلام وفجأة وأثناء تفكيرها توقفت سيارة قديمة الصنع يقودها شاب قمحي البشرة فنظرت إليه وإلى السيارة وترددت هل تصعد وتركب معه أم تظل في مكانها كانت تخشى من طمع السائق حيث أنها كانت تظن أن كل من يراها سيعلم بغناها وثروتها وبعد تفكير سريع قررت الصعود في الطريق تأملت السائق الذي كان يظهر عليه الفقر والحاجة ثم سألته عن اسمه وعمله فأخبرها أن اسمه آدم وعمله سائق أجره فاطمأنت نوعا ما وعاتبت نفسها لسوء ظنها خاصة بعدما وجدت أن الشاب مؤدبا ولم يلتفت إليها لحظة واحدة وصلت السيدة إلى المدينة وهي تقرر في نفسها أنها ستعطيه ما يطلب من الأجره وعندما طلبت منه النزول توقف في الحال فسألت كم حسابك؟ قال السائق لا شيء فقالت له لا يمكن أن تساعدتني وأوصلتني فرد عليها السائق مبتسما أجرتي أن تفعل الخير مع من تجديه شكرته السيدة بعدما أذهلها كلامه وإصراره على موقفه رغم حاجته واستمرت في طريقها لتقف أمام محل كوفي شوب نسائي فدخلت وطلبت من العاملة كأس قهوة وعندما أتت العاملة بالقهوة لفت نظر السيدة الغنية اصفرار وجه العاملة وكبر بطنها فسألتها ما لأراكي متعبة قالت العاملة وهي تبتسم أنا على وشك ولادة فقالت لها في دهشة ولم لا ترتحين في بيتك قالت العاملة لا بد من نزول للعمل هذه الأيام لأوفر حاجة ولادتي أعطت السيدة للعملة ورقة نقدية تساوي قيمة القهوة عشرة أضعاف فذهبت العاملة إلى المحاسبة لتأتي بالباقي من حساب المرأة وعندما عادت نظرت يمينا ويسارا فلم تجد السيدة ولكنها وجدت ورقة صغيرة مكتوبا فيها تركت باقي الحساب هدية لك فرحت العاملة كثيرا وعندما قلبت الورقة وجدت كلاما آخر وتركت ما تحت الطاولة هدية لمولودك كادت العاملة أن تصرخ من شدة الفرحة وهي ترى مبلغا يساوي مرتبها ستة أشهر ولم تتمالك دمعتها من الفرحة وذهبت سريعا واستأذنت من عملها وسابقت الريحة مشتاقة لإخبار زوجها وإسعاده حيث كان يحمل هم ولادتها كثيرا وبعدما دخلت البيت مسرعة نادت على زوجها الذي تعجب من عودتها على غير وقتها وخشي أن يكون وقت الولادة قد حل غير أنها وبصوتها المعبر عن نعمة الفرح وعبارة الشكر قالت له بعد أن احتضنته أبشر يا آدم قد فرجها الله علينا لقد كان آدم هو السائق الذي قام بتوصيل السيدة ورفض أن يأخذ مقابل معروفه وطلب منها مساعدة الآخرين فالخير دائما يعود إلى فاعله وهل جزاء الإحساني إلا الإحسان يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى يقتتلان في درهم فأعطاهما ذلك الدرهم وليس معه شيء غيره فأتى إلى زوجته فأخبرها بما جرى له فجمعت له أشياء من البيت فذهب ليبيعها ولكنها كسدت عليه فمر على رجل معه سمكة قد تغيرت رائحتها فقال له إن معك شيئا قد كسد ومعي شيئا قد كسد فهل لك أن تبيعني هذا بهذا فوافق صاحب السمكة وعاد الرجل بالسمكة إلى البيت وقال لزوجته قومي وطهي هذه السمكة فقد هلكنا من الجوع قامت الزوجة وشقت جوف السمكة فإذا هي بلؤلؤة قد خرجت من جوفها فقالت لزوجها قد خرج من جوف السمكة شيء يقارب بيض الحمام فنظر الزوج إلى شيء ما رأى مثله فطار عقله وقال أظنها لؤلؤة ثم أخذها وانطلق بها إلى صديق يشتري اللؤلؤ فسلم عليه وأخرج تلك اللؤلؤة وقال انظر كم قيمة هذه فنظر صديقه طويلا ثم قال لك بها علي أربعون ألفا فإن شئت أعطيتك المال وإن طلبت الزيادة فاذهب بها إلى فلان فإنه أثمن بها لك مني فذهب بها إليه فنظر فيها واستحسنها ووزن له المال فحمل الرجل في ذلك اليوم مئة ألف دينار فذهب بها إلى منزله ليضعها فيه فإذا فقير واقف بالباب يسأل فقال في نفسه هذا السائل كنت مثل حاله منذ قليل ثم دخل الرجل داره وأدخل معه الفقير السائل وقال له خذ ما يكفيك من هذا المال ولا تتأخر عن مساعدة كل محتاج وعلم أن جزاء العمل الصالح والعطف على الفقراء والمساكين وحب الخير للغير جزاء عظيما وفوزا كبيرا يقول الفضيل فلا يستهين أحدنا بعمل الخير ولو كان شيئا بسيطا ولا يستهين بالصدقة ولو كانت قليلة والمسلم الحق هو الذي يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه كما قال الهادي البشير عليه أفضل الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون شاب تقي بعد عودته من رحلة عمل خارج البلاد قرر الزواج من فتاة على خلق ودين فغضبت ابنة عمه التي كانت تحبه وتعتقد أنه سيتقدم لها خاصة عندما علمت من أسرتها أنه لم يتقدم لها بسبب عدم التزامها وتبرجها وبعد الزواج فكرت ابنة العم في طريقة تتخلص بها من زوجة ابن عمها ثم تقنعه بالزواج منها وظلت تقوم بمحاولات كثيرة عن طريق صديقات لها للوقيعة بين الزوجين ولكن كل المحاولات كانت نتيجتها الفشل بسبب ثقة الزوج في زوجته حتى جاءتها الفرصة بعد عامين عندما علمت ابنة العم أن من عمها يشتاق للأولاد وزوجته لم تنجب فذهبت لزيارة الزوجين بوجه مبتسم وانفردت بالزوجة وأخبرتها أن هناك شيخا فاضلا عالج كثيرا من الحالات مثل حالتها ولابد من زيارته ولكن الزوجة تردتت كثيرا في البداية إلا أنها تحت ضغط ابنة العم والرغبة الشديدة في الإنجاب وافقت وفي اليوم التالي استأذنت من الزوج وذهبت إلى الدجال الذي ادعت ابنة عم زوجها بأنه شيخ فاضل وهناك أعطاها عودة من البخور وأخبرها أنه يجب عليها أن تتبخر به داخل الحمام وإلا فإنها لن تنجب أبدا مدى حياتها عادت الزوجة إلى المنزل وبدأت في تنفيذ هذه الوصفة دون أن تخبر زوجها وبعد مرور عدة أسابيع شعرت بتغير عجيم في شخصيتها ضيق في الصدر وتوتر في الأعصاب وغضب دون أي مبرر واضطراب عند سماع صوت الأذان أو القرآن حتى أنها لم تعد تستطيع أن تقرأ شيئا من القرآن في صلاتها ثم بدأت تدخل في شجار دائم مع زوجها لأدفه الأسباب وتحول البيت إلى نار لا تطاق فأرسلها زوجها إلى بيت أهلها حتى تهدأ ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها وهي في حزن وهم ثم أخبرت شقيقها عما حدث معها فتذكر شقيقها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وأخذ يقرأ السورة عليها وما إن وصل إلى آية الكرسي حتى لاحظت طرابا في جسدها وحركة يديها باستمرار ثم بدأت تطلب منه أن يتوقف عن القراءة وصوتها يتحول إلى صوت غريب لا يعرفه وهنا توقف الأخ وذهب بها إلى شيخ يعالج بالقرآن الكريم فاكتشف الشيخ أن الوصفة التي فعلتها الزوجة تجلب لها الجن العاشق والذي حاول تخريب علاقتها مع زوجها لأنه عاشقها ويريد أخذها معه تحت الأرض وبدأت الزوجة رحلة العلاج مع هذا الشيخ حتى تعافت تماما وعادت علاقتها الطبيعية مع زوجها وبعد أيام علمت الزوجة أن الدجال الذي ذهبت إليه مع ابنة عم زوجها قد تم إلقاء القبض عليه بعد أن أصاب ابنة عم الزوجة بسكين لأنها لم تعطه المبلغ الذي اتفق عليه مقابل إيذاء الزوجة البريئة ولم تمر سوى أشهر قليلة وحملت الزوجة بفضل الله الذي أنقذها من مكر الإنس والجن واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون نذكر القينة شكرا ترجمة نانسي قنقر